موسيقى 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 السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث معكم عن النسخة النهائية IOS 13.4 فلو بنخش هنا في الايباد اعطاني 3.43 طبعا هذه النسخة اللي يعتبر النهائية اللي بتنزل يمكن مع الايباد برو الجديد يعتبر هذه النسخة فالدليل ان النسخة غولد يتحدثها لحق الايفون 11 برو ماكس اعطاني 4.9 ما كتب لي هنا كلمة بيتا فهذا النسخة اللي بتكون خلاص لحق الكل هذه اللي بتنزل فمثل ما نشوف طبعا انا تحديدا 4.0.9 فالبعض يمكن ما راح يكون عندهم هذا الحجم على حسب جهازك وعلى حسب نوع جهازك اوكي احنا عندي جهازين الجهاز هذا علي نسخة 13.3.1 نسخة نهائية للموجودة للكل فراح اقارنها مع 13.4 اللي راح تنزل راح نتكلم عن كل الميزات اللي تكلمنا عنها من قبل مش كلها كلها لكن افضل الميزات فنبدأ لكم كبداية لو نشوف البلت نمبر بنغارن 13.4 مع الجهاز الغديم اللي هو 13.3.1 ف البلت نمبر حين 13.4 عندي ما في اي ما في شي فيعتبر خلاص هذه النسخة الماستر اللي بتنزل حق الكل لو ننزل تحت نشوف المودم فورمير عندي تغير برضو هنا لو نشوف المودم فورمير الجهاز اللي راحة 20403 طبعا هذا 10R فما اقدر اغارنها المودم فورمير اللي عندي تغير لازم اشوف ايفون 11 برو ماكس نفسه في النسخة الغديمة لكي نعرف ان المودم فورمير يتغيرها لحسب الجهاز حقك نرجع مرة ثانية نشوف بعض الميزات اول ميزة والميزة اللي عجبتني وما تكلمت عنها في النسخة التجربية الغديمة او اللي راحة انه اذا كنت شابك على AirBods Pro او اي AirBods فالنسخة الجديدة لو تخش هنا تقدر تسوي فورقة لحق AirBods Pro وانتشابك عليها وما يحتاج تقنسلها مثل ما نشوف هنا فالنسخة 13.3.1 لا تستطيع تسوي الحركة لازم تقنسل او تسكر AirBods تسكنك تسوي لها تقنسلها من عندك بلين تستطيع تحذفها فهذه الحركة حلوة موجودة هنا ولو بنتكلم بعد على الولبي بارز وحين بتكلمت عنها في النسخة القديمة لو نخش هنا الولبي بارز نشوف مثلا هنا النسخ لو نخش هنا برضه نشوف الزر تقنسل الحركة واللايت تصار في الوسط وهنا كان في الجن فهذه يعتبر تغيير خفيف موجود ولو نذهب لحق تسهيلات الاستخدام لو نخش لها هنا ننزل تحت الحق سيري نخش على سيري نشوف هنا في خيار انك على طول تقدر تقول الكلمة ما بيقولها هنا ان حد يشتغل جوالات ولا يشتغل لماكن هنا ان في النسخة القديمة اذا كان جهازك في الـ 13.3 او تحت اذا كان جهازك محطوط في جيبك او انه محطوط كذا على الارضة وعلى الطاولة لو تقول الكلمة ما رح يشتغل لكن احيان تقدر تشقلها هنا حتى لو ان الجهازك في جيبك جهازك محطوط على الطاولة يتشتغل ذي الخدمة فهذا الحركة حلوة برضه في الـ 13.4 ولو نروح حق الـ stocks او برنامج الاسهم حق قبل لو نروح هنا ونروح نفتح له هنا برضه نشوف ما فيه تغيير قوي في برنامج الاسهم حق قبل لكن هنا الخيار الاخير او العلامة تياهو مثل ما نشوف تغييرات هنا مثل ما نشوف هذا التغيير الوحيد اللي فيه ولو ننتقل برضه حين لحق الميمو جي لو نفتح نخشع الميمو جي هنا الاشخاص اللي يستخدمون الميمو جي والاستكارات هنا زادت تكلمت عنها برضه صارت في استكارات ازيد وتغيير مثل الماك حطه في الاسخ غديم مش موجودة والشيء اللي عجب اني حين برضه ننتقل حق الفايلز لو نفتح الفايلز نشوف الخيار الجديد الموجود انك اذا ضغطت على ملف تستطيع تسوي لها شير الملف في الاسخ غديمة وتضغط على الملف ما تستطيع تسوي لها شير فهذه الحركة حلوة انك تضغط على شير ملف تجمع ملف مثلا لحق الجامعة على حق اي مكان تستطيع ترسل ملف كامل لحق شخص وتستطيع تسوي له مشاركة لحق نفس الملف يسوي لك برنامج جديد برضه في تغيير التغيير اللي صار الخيارات اللي تحت هذا الـ 13.3.1 هذا الـ 13.4 مثل ما نشوف راح تجيكم كذا في الاسدار الجديد في خياراتها زياد ولو بروح حق شازام ما ادري هل اشخاص يستخدمون شازام ولا لا لكن في الشورت كاتت تقدر تسوي لك خيار حتى لو انه ما عندك شازام تقدر تسوي لك انت شازام من هنا تقدر تضيف شازام حتى لو ما عندك تسوي لها مثلا حتى لو انه ما عندك شازام في الجهاز فهذا حركة حلوة في الـ 13.4 ولن تقل برنامج برنامج القياس في الـ 13.4 نضغط عليه ونشوف الخيارات هنا هذا الـ 13.3.1 ونشوف الايقونة هنا لحق المستوى والقياس اختلفت وصارت شوي باهتة ومستطيل جاي وبرضو اذا فتحت البرنامج فلنسكر البرنامج كامل من عندنا من هنا نرجع نفتح البرنامج يجي لك الموشن مثل ما نشوف الخيار هذا صار يختلف مثل وانت واقف يقس السطح هنا ما كان موجود في الـ 13.3.1 13.4 أعطان هذا الخيار الموشن يعني خفيف في تغيير وبرضو الماوس اذا كنت تستخدم الماوس في الايباد او في الايفون الماوس حين استخدامه صار سلس اكثر في الاستخدام صار افضل بكثير من اول ما نزل او ستيرتين ولو اذهب الاسيستف تاتش الشخص اللي عنده الاسيستف تاتش الدائرة اللي تطلع تكون موجودة هنا بعض الاشخاص يستخدمونها صار استخدامها اسحل طبعا نزلت كذا مرة استخدامتها ونزلت قبل شوية تحسن فيه فرق في الاستخدام في السلاسة في التناقلات لأن انا ما حبها تزعجني في المكان الموجود هنا وبرضو في الماك احين تكلمنا عنها كثير حين المبرمجين ان اذا كان عندك ماك وعندك ايفون او ايباد برضو تشتري برنامج مثلا خليني اقول دي البرنامج موجود في الماك فاقدر اشتري من هنا وخلاص وينتقل عندي في الماك ما يحتاج اشتري مرة ثانية في الماك او في الايباد فافتحوا الخدمة لحق المطورين وبكيف المطوره انه يجعل البرنامج مفصول او ان شريطه في الايو اس اقدر احمله في الماك ولو انتقل حين لحق الكودنج او الملفات اللي حصلناها داخل في الايو اس 13.4 او الخيار هذا الخيار الايو اس ريكافوري طبعا نزلت تقريبا تكون مع الباور بيتس انه ممكن ريكافوري تسوي لها وكل شيء بدون ما تشبكها في اي شيء فحركة حلوة تقريبا هذا بس يدل على انه ان الايفون الجديد اللي رح ينزل بيكون بدون مدخل يو اس بي او بدون مدخل لايتنينج فانك محتاج تركبه في الجهاز تقدر تسوي لها فرمات بجهاز ايفون ثاني مثلا فهذا الحركة الحركة الثاني برضو الكار كي تقريبا سمعت ان BMW عندها الحركة لمسوياتها لكن ابل بتنزلها في 13.4 بتفتح المجال الحق شركات السيارات انه تقدر تخلي الجوال حقك وهو يفتح السيارة او يشقل السيارة او انك ترسله برضو الكود لحق واحد من الشباب تخليه يفتح السيارة او يطلع بسيارة مثلا محدد مثلا كود يستخدمه مرة واحدة او شي او برضو بال ابل واتش تقدر تستخدم هالحركة ان تفتح سيارتك بال ابل واتش هذا برضو حركة ممتازة وحلوة وداما هنا في الكار كي في الحق السيارة برضو الكار بلاي سمعت ان الأخبار انه صارت سموذ اكثر سلسة اكثر او تشبك جازك على الكار بلاي اذا كان سيارتك تدعم الكار بلاي ميزة الكار بلاي صارت افضل في السيارات وصارت استخدامها اسهل او اسرع في الاستخدام بس تغريبا هذه كل الميزات وكل اشياء في 13.4 اتمنى اي شخص او الردي على ايوز 13 اتمنى يحدث 13.4 لانه اقرب اول مينزل ايوز مثلا الفورتين او ينزلي بيكون فيه سلبيات وفيه مشاكل لكن على نهايته سيكون افضل شي فمية في المية الايوز 13.4 افضل بكثير من 13.3.1 او 13.2 او 13.1 فشي طبيعي لو ننخيش مثلا نشوف برضو الجيكبينج 5 نروح على السي بيو نشوف هنا هذه النسخة اليوم وهذه النسخة الخامس تقريبا نشوف فيه نزول خفيف لكن مش ملحوظ يعني ما رح تتحص بذي الشي لكن سمعتوا الاخبار كثيرا ان يقول لك ان الايوز 13.4 بيكون افضل في الجي بيو والسي بيو من الايوز 13.3 فلو بنشوف فيه نزول خفيف في السق الكور ومالتيكور لو نشوف الجي بيو هنا فيه نزول برضو ما رح يكون ذاك النزول يعني كان من 11 وهنا 98 يعني اخر شيء ما بالشي الملحوظ يعني لو بنشوف الانتوتو برضو مثل ما عمدناك نفتح الانتوتو نروح نشوف الصورة الانتوتو من هنا هذا الانتوتو هنا 50 ففي قفزة قوية يعني 10 الاف تقريبا نقازنا ففي تحسن ممتاز خصا في الالعاب في الجي بيو وهلاشياء فراح يكون افضل اتمنى اي شخص ينزل السوفتير اذا نزل السوفتير بكرة او يوم 25 تقريبا نقاز 25 ما انه اليوم 18 والسوفتير هذا رح ينزل مع الايبادل جديد يبكن مع الايفون اذا نزلت ايفون جديد فرح ينزل معاهم هذا السوفتير في البوم الصور لا يعتبر ميزة انك لا تجد ان تتنقل في الايو 13.3 وتحت في الحركة لكن في السوفتير الجديد الايو 13.4 تستطيع ان تتنقل في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في الغناه ونشر المقطاع وعمال ليك المقطاع وتعليقات كم تحت تهمني لا تنسوا الى الفضل دعاكم وهذا الحساب في السناب شات لاني قمت انزل فيديوهات ومراجعات واشياء كثيرة قمت اتفاعل في السناب شات السلام عليكم